الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وصحى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه متفق على صحته وقيامها يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير وقد دلت هذه السورة العظيمة على أن العمل فيها خير من العمل في ألف شهر مما سواها وهذا فضل عظيم ورحمة من الله لعباده فحري بالمسلمين أن يعظموها وأن يحيوها بالعبادة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان وأن أوتار العشر أرجى من غيرها فقال عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر من رمضان التمسوها في كل وتر وقد دلت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الليلة متنقلة متنقلة في العشر وليست في ليلة معينة منها دائما فقد تكون في ليلة إحدى وعشرين وقد تكون في ليلة ثلاث وعشرين وقد تكون في ليلة خمس وعشرين وقد تكون في ليلة سبع وعشرين وهي أحرى وأرجى الليالي وقد تكون في تسع وعشرين وقد تكون في الأشفاع فمن قام ليالي العشر كلها إيمانا واحتساما أدرك هذه الليلة بلا شك وفاز بما عد الله تعالى ووعد أهلها ليلة القدر يفتح فيها الباب ويقرب فيها الأحباب ويسمع فيها الخطاب ويرد الجواب ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر والثواب ليلة القدر خير من ألف شهر فاجتهدوا فيها رحمكم الله تعالى واللهم رزقنا شكرا نعمتك وحسن عبادتك والله أعلم وصلى الله وسلم عن نبينا محمد